النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه اقرأ الأرى على ثلاثة أقوال القول الأول هو أنه كان عالما بنبوته صلى الله عليه وآله وقد رأى من المعجزات ومن عناية الله تعالى ومن رعاية الملك الروح الذي هو يوم يقوم الروح والملائكة الذي قيله أعظم من جبريل عليه السلام ومتابعة جبريل له أيضا وإلى غير ذلك فلم يتفاجأ وسنأت إن شاء الله في الحلقات القادمة في الرد على أنه أراد أن ينتحر أو أنه تفاجأ بنزل الوحي لا أبدا لأن هذا يناقض قوله صلى الله عليه وآله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وآدم بين الروح والجسم بل يناقض قوله صلى الله عليه وآله لجابر رضوان الله تعالى عليه فأول ما خلق الله نور خضر لأول وليس مفؤولا به لخلق فأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم جعل منه كل خير يعني جعل وجود الخاتم صلى الله عليه وآله ممر الفيض الإلهي إلى هذا الكون فأول ما خلق الله طبعا لم يشتهر كثيرا وإن وجده في الآلوس عندنا جمهوروس لكن عندنا ثابت هذا الحديث فأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم جعل منه كل خير وجود الخاتم صلى الله عليه وآله هو ممر الفيض الإلهي إلى هذا الخلق ولذلك فسر قوله تعالى الله نور السموات والأرض الله ليس بجسم تعالى حتى يكون له نور مادي يظهر على السموات والأرض وإنما بنور الخاتم صلى الله عليه وآله الذي قال في لقد جاءك من الله نور وكتاب معنى الآية الكتاب القرآن والنور النبي والنور محمد صلى الله عليه وآله فله نوران نور مادي ونور معنى والذي هو الهداية والدين والتشريع على إتحال القول الثاني أنه كان يعلم بالألفاظ قبل جبريل نعم يعني قبل أن يقرأها جبريل فكان يحرك بالألفاظ قبل أن يكمل جبريل يعني مثلا أفرم أن جبريل قال اقرأ هو يقول باسم ربك الذي خنق مثلا فقالوا عاتبه الله أو ما ليس عتابا بل أرشده فقال تعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن قرآن هنا مصدر بمعنى القراءة يعني فاتبع قراءة جبريل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وفسر عند الأكثر لا تعجل لا تردد مع جبريل خشة أن يفوتك شيء أو أن تنسى شيئا لأننا نحن تكفلنا بجمع القرآن وبحفظه وبعد ذلك إظهار بيانه للناس إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القول المتوسط بين هذه الآراء جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم مضامين القرآن وحقائق القرآن ولا يعلم ألفاظ القرآن بدليل قول الله تعالى في سورة في أواخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ليس المقصود أنك ما كنت مؤمن لا توصيف الإيمان قرآنيا بيان الإيمان قرآنيا زوايا الإيمان جميع ما يتعلق بالإيمان أنت كنت تعلمه بالحقائق القلبية لا بالألفاظ القرآنية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا في أواخر سورة الشورى